اشتركوا في القناة لجنة الطوارئ قررت تأجيل المباريات التالية حتى اشعار اخر ايه هي المباريات التالية مباريات الدور قبل النهائي لدور الابطال الافريقي وكأس الكونفدرالية جولتي الزين والاياب اللي كان من المقرر اقامتهم في الفترة من 1 ل3 مايو وفي الفترة من 8 و10 مايو 2020 تصفيات كأس العالم تحت 17 سنة للسيدات التي كان من مقرر اقامتها بين الاول والثالث من مايو والفترة من 15 ل 17 من مايو القادم هذه الاجندة وهذه المباريات تم تأجيلها الى مواعيد لاحقة وسيحدث الكاف بعد التنصيق مع السلطات المعنية ومنها طبعا منظمة الصحة العالمية الموعيد المناسبة لاقامة هذه المباريات خلال الفترة اللي جاية اذا مباراة الاهل والوداد مباراة الزمالك والرجاء تم تأجيلها بشكل رسمي الى اجل غير مسمى خلال الفترة اللي جاية المعلومات الوردة بعيدة عن البيان الرسمي قد تقام المباراة في نهاية شهر يونيو او في شهر سبعة لكن في القياس الاساسي لدى الكاف بعد الاتفاية مع السلطات المعنية ومنها منظمة الصحة العالمية اذا الامور اصبحت بشكل طيب خلال شهر خمسة هتتلعب المباراة في نهاية ستة اذا الامر تأخر لشهر ستة هتتلعب المباراة في شهر سبعة الكاف ما عندوش ادنى مشكلة في التأجيل حتى الوصول لآخر مباراة في فصل الصيف لكن الهدف الاساسي عنده ان المباراة تتلعب بحضور جماهيري وعشان يوصل للهدف ده لازم يوصل لنسبة مية في المية مفيش اي ازمة والحد من انتشار هذا الوباء خلال الفترة اللي جاية فبالتالي الاولوية لدى الكاف البطولات تستأنف بحضور جماهير لكن بعد التنصيق مع منظمة الصحة العالمية والموعد كد يتأخر بقى موعد لاحق في نهاية ستة في نهاية سبعة ممكن نصل الى اوائل ستمبر ما عندوش ادنى مشكلة ان الاجندة كلها تترحل فيما بعد طيب اشتركوا في القناة